أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أغلغت عشرات الأفران في المحافظة لرفضها دفع جبايات جديدة وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي أغلغت أكثر من عشرين فرنا في عدة شوارع بمدينة رداع ورفضت فتحها إلا بعد دفع ما فرضته عليها وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الإنقلابية طلبت مبالغ مالية كبيرة من ملاك المخابز والأفران كجبايات وتحت مسميات عدة منها ضرائب ومجهود حربي وتحججت بأن ذلك بسبب حجم الروتي والخبز وأوضحت أن الميليشيا طافت عددا من شوارع مدينة رداع ونهبت مبالغ مالية من مخابز وأفران بالمقابل أغلغت أفران رفضت أن تدفع لها المبالغ المالية التي طلبتها لعدم امتلاكهم للمبالغ المطلوبة وهذا وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية أعمال تعصف كبيرة ونهب واسع النطاق بمسميات عدة في إطار مسلسلها الانتقامي من الشعب اليمني